يعني حاجة والأرواح أجديدة ورغم كده أنتو بدايتكم لحد كبير جيدة جدا في الدولة الممتازة هذا الموسم هقول لحركة على حاجة كل الفترات اللي نديل بلدية على مر التاريخ عمل فيها تفرط في الكرة في النتائج كانت بنفس التركيبة دي بنفس نوعية اللعيبة بنفس الأعمار السنية دي بنفس الفكرة دي بنفس الكرة الجميلة اللي بتتقدم موجودة لا احنا ما بيجيش معنا لحتة تانية او احنا ولا امكانياتنا ولا وضعنا يسمح ان احنا نستكتب اللعيبة الخبرات اللي هو بيجي يعني طبعا خبرات محترمة جدا لكن بيحتاج انه يشتغل في أجواء مختلفة عن الأجواء اللي احنا بيحتاجين ان احنا نستكتبها اولا تروح تجيب لعيبة بعده بس بمليون ولا اتنين مليون وتيجي تقول له لا أصف الله ما عايش فيه لا لا مستحيل انا مفقعش نعمل كده يعني انا بحبش طريقة دي فيه ناس تعمل كده أصول لا لا انا بحبش كده احنا عندنا امكانيات معينة بقولها من اول يوم بحاول طول الوقت او يبقى همي الاول الاخير ان انا اقدر حافز او ان انا اقدر استمر والتزم في اتفاقاتي مع العيبة اللي هو حاطت ميزانية او الميزانية دي اللي بشتغل عليها لا بطلع ولا بانسل بالظبط عظيم طيب و جبت بقى في النص كابتر احمد عبدالرقوف وضيف حد ذاته فكرة مهمة جدا صح ازاي اخترت كابتر احمد عبدالرقوف والمتابعين يعني الناس اللي بتحب الكورة حتى اللعيبة او المدربين يقولك من زمان الكابتر احمد عبدالرقوف ده مدرب وعد جدا مدرب حينجح بشكل كبير جدا ازاي واقع الاختراع كابتر احمد عبدالرقوف اه التوفيق كبير جدا من ربناه سبحانه وتعالى اه اول مرة نورت فكرة كابتر احمد عبدالرقوف بالنسبالي كان عندنا مباراة بلدية المحلة بنلعب المصري السلوم وكان ماسك المصري السلوم لستبقى لو كان مطس وكانت مباراة دي في بلدية المحلة وانا قليل جدا جدا لما يكون وانا في مطس البلدية بشوف حاجة غير في رئيتي يعني اه لو مركز ما في رئيتي اكو بتشجعك اكو بتا بقىش تتكلم عليها فنيا لا لا بالزبط انا بقى مركز جدا يعني مجدود اكتر ناحية ما بقى اركزش في اي حاجة تانية بس لفت نظري جدا اه تواجده على الخط وتوجيهه للعيبة وانه هو قد ايه مذاكر اه في بلدية المحلة وكان معانا مديد فني كبير جدا كابتر محمد صلاح طبعا خبرة عظيمة وادارة فنية عبقرية ومتجدد وكل حاجة فانه ازاي قدر يعمل ده ده شدني ايه ده اول حاجة شدتني جدا جدا ليه وفضلت بقى متابعه على بقى لحد ملموسي انتهى ومجرد ملموسي انتهى كلمته وقعدت معاه واكتشافت بقى انه هو اصلا عنده يعني ده مش جاي من فراغ لا هو بيذاكر وبيكتهد وبيشتغل وبيتطور وبيواجه نفسه دايما بالنوقات الضعف لا عنده حاجات طبعا مميزات مهمة جدا ومن الحاجات العظيمة كمان انه انه طموح الكابتر الحمد عبدالروف طموح كبير مش مجرد انه يمسك فريق في فريق كبير في القسم التاني او انه يصعد بس او انه يمسك حتى في الدورة وامتاز لا لا وعنده طموح كبير حسيت انه هو متوافق مع الطموح بتاعي ناحية المكان فده اللي خلاني متشجع اكتر وبعدين مع الوقت والاستمرارية الامكانياته في الشغل طبعا كبيرة جدا حد خبت عليك المكتب من اسماء كبيرة حتى ناس بتحب الكورة من بره بالدات المحل يقولك والله خلاص كبتر الحمد عبدالروف صعب بالفعلة للدورة الممتاز بس الدورة الممتاز ده لحسابات تانية الجمل الشاي اللي بنسمع عليك ده دولة الممتاز لحسابات تانية وليه مدربين اخرين وفي اسماء معاناة اللي بتاعف تدرب في الدورة الممتاز شكرا كبتر الحمد عبدالروف هات مدرب تاني اكيد الناس اكلمت طبعا بص ده ما بيحصل مسان فاتت يعني من أصلا من ساعة ما اخترنا كابتر حمد براوف ولكن زي ما قلت لك أنا القعدة احنا كان فيه ترابيزة وكتنا موجود فيها وكما موجود معنا كابتر حمد علي وكمان مدير الكورة وأنا خلصت القعدة وبعرض طبعا بالتبعية على زميلي في مجلس دارة الموضوع مش موضوع اسمي والله الموضوع موضوع حجم شغل حجم إخلاص في الشغل حجم أمانة ما بينك وما بين الإدارة وما بينك وما بين اللعيبة وما بينك وما بين نفسك ده لو توفر في أي واحد هيبقى صاحب إنجاز أكيد وهايعمل وهيحق أهداف كبيرة فده تقال أكيد تقال لكن دايما اللي بيبقى في الدائرة القريبة هو اللي بيبقى شايف أكتر بكتير ويعرف يقيم الأمور أكتر من ما يبقى في حد بعيد عند وجهة نظر وجهات النظر طبعا أنا بسمعها وبفكر في كل الكلام ممكن أسمعه أو ممكن أي حد يقرهولي لكن بيكون عندي برضو في نقطة أنا شايف أكتر يعني أنا قريب أكتر أنا مدرك أكتر لحقيقة الوضع مدرك أكتر لمدى قوة وإمكانيات الشخص القدامي سواء كابتا عبد الروفة أو أي حد أما دا بينطبق على قبل كده لما كنا منيجي لا إحنا كانت فيه فترة من الفترات كان الأمور في السنة الفاتت ما كانتش ماشية فيها أحسن حاجة وكان فيه ناس كتير جدا بالطالب أنه هو طب يعني إحنا محتاجين ندي فرصة لحد تاني وأنا كنت شايف أنه إحنا لازم نحافظ على قرارنا أنه إحنا نكمل التجربة دي لنهاية وقتها وللآخر أيا كانت نتاجها وكنت مؤمن بشكل كبير جدا جدا من كابتر رحمة عبدالرقوف الجهاز الفني واللعيبة اللي كانوا موجودين السنة الفاتت أنه هنقدر نحقق حاجة الحمد لله سعد سعد